اشتركوا في القناة في فقرة التحليل الفني اليومية للسوق السعودي اليوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من مارس من العام 2021 وقبل ان نبتدأ اخواني العزاء فقرة التحليل الفني اتمنى منكم عمل اشتراك في قناتي على اليوتيوب وتفعيل جرس الاشعارات من اجل ان يصلكم كل ما هو جديد وايضا لا تنسوا الاشتراك في قناة التليجرام الخاصة بالتوصيات السوق السعودي والذي تجدون تفاصيل ورابط الاشتراك في صندوق الوصف وفي التعليقات اذا اخواني العزاء نبتدأ فقرة التحليل الفني بتحليل المؤشر العام للسوق السعودي تاسي ونلاحظ ان الاسعار قد نجحت بالتماسك والثبات اعلى مستويات 9600 نقطة واستمرارية الاسعار بالتداول اعلى مستويات 9600 نقطة لا تزال تضع المؤشر العام في طور الايجابية المفرطة والذي قد نشاهد باذن الله تعالى اندفاع الاسعار نحو مستويات 9800 نقطة خلال التداولات القادمة اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل سهم شركة ارامكو ونلاحظ ان سهم ارامكو لا يزال يتداول بشكل عرضي ضيق متذبذب منذ الجلسات السابقة ويحافظ على الاسعار اعلى مستويات 35 ريال فاصلة 60 هللة واستمرارية الاسعار اعلى هذا الدعم يعزز من فرضية الانتقال الى مستويات اعلى واستهداف مستويات 36 ريال فاصلة 25 هللة و 37 ريال خلال التداولات القادمة وبشرط وحيد وهو الحفاظ على الاسعار والاستمرار بالتداولات اعلى مستويات 35 ريال فاصلة 60 هللة اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل سهم شركة سيرة ونلاحظ ان الاسعار قد نجحت بمحاولة اختراق مستويات 19 ريال ولا تزال قيد المحاولة مثل ما لاحظنا في التداولات السابقة بعد ان هبطت الاسعار محاولة اكتساب العزم للصعود وحاليا في حال تمكنت الاسعار من اختراق مستويات 19 ريال والثبات اعلاها وفقا لقاعدة السلوك السعري من الممكن ان نشاهد اندفاع نحو مستويات 19 ريال ونصف و20 ريال خلال التداولات القادمة وبالمجمل وبشكل فني بحث لا يزال السهم يتداول في طاور السيناريو الصاعد طوالما ان الاسعار تتداول اعلى مستويات 18 ريال ونصف اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل سهم شركة سابق ونلاحظ ان سهم شركة سابق قد نجح بتحقيق الهدف الاول الماثل عند مستويات 112 ريال والذي تحدثنا عنه في التحليلات السابقة وحتى اللحظة لا تزال الاسعار في ظل السيناريو الصاعد وفي ظل الزخم الايجابي الصاعد المتنامي واستمرارية الاسعار اعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم واعلى مستويات 109 ريالات لا تزال تدعم الاسعار نحو اختراق مستويات 112 ريال والاقلاع نحو مستويات 114 ريال و117 ريال خلال التداولات القادمة وشرط حقق هذا السيناريو هو اختراق مستويات 112 ريال والثبات اعلىها اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل سهم مصرف الراجحي ونلاحظ ان سهم مصرف الراجحي لا يزال يتداول في ظل موجة الصحيحية هابطة ولا يزال يعتبر في طور النطاق الايجابي الصاعد واستمرارية الاسعار اعلى مستويات 94 ريال واعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم لا تزال تضع السهم في طور الايجابية وان الهبوط الذي حدث هو عبارة عن تصحيحات ونأمل ان تنتهي التصحيحات وتتلاشى وان يستعنف السهم الصعود ليستهدف مستويات 100 ريال و104 ريالات خلال التداولات القادمة اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل سهم شركة الانابيب العربية ونلاحظ ان سهم الانابيب العربية لا يزال يتداول تحت الضغط السلبي وذلك باستمرارية الاسعار بالتداول ادنى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وبشكل عام استمرارية التداولات اعلى مستويات 23 ريال قد تمنح السهم بعض من محاولات للانطلاق نحو مستويات 25 ريال و26 ريال خلال التداولات القادمة اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل سهم شركة اكسترا ونلاحظ اخواني العزاء ان سهم شركة اكسترا لا يزال يستمر بالمحاولات لاختراق المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم ومحاولة اختراقه والثبات اعلى قد تمنح السهم الكثير ليندفع نحو مستويات 100 ريال ومستويات 102 ريال و105 ريالات خلال التداولات القادمة وحتى اللحظة لا يزال يعتبر يحاول السيطرة على الزخم الصاعد ولن يتم تأكيد هذا الزخم الا باختراق المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل سهم شركة نادك ونلاحظ ان سهم شركة نادك هو الاخر لا يزال يتداول تحت الضغط السلبي ولم يصل حتى اللحظة الى استقبال اشارات تحفيزية للانطلاق نحو اهدافه الماثلة عن مستويات 33 ريال فاصل و35 ريال ولكن حتى اللحظة لا يزال يتلقى المزيد من الضغوط السلبية وذلك باستمرارية التداولات ادنى مستويات 32 ريال والذي من شأنها ان تضع السهم في طور التحركات العرضية بالقرب من مستويات الـ 31 ريال اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل سهم شركة كيمانول ونلاحظ ان سهم شركة كيمانول لا يزال يتداول في طور النطاق الايجابي الصاعد تداولاته لا تزال مستقرة على الدعم الماثل عند مستويات 13 ريال فاصل 70 هللة وهذه تضع السهم في طور الايجابية الذي قد تبدأ بالانطلاق نحو مستويات 14 ريال ونصف و 15 ريال خلال التداولات القادمة وبشرط وحيد لتحقق هذا السيناريو هو ثبات الاسعار اعلى مستويات 13 ريال فاصل 70 هللة اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل سهم اخر وهو سهم شركة التصنيع ونلاحظ ان سهم التصنيع لا يزال يتسم بالايجابية وذلك باستمرارية التداولات اعلى خط الاتجاه الصاعد واعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وقد نجح بتحقيق الهدف الماثل المستويات 15 ريال ونصف وحاليا لا يزال يحاول تأكيد هذا الاختراق والذي بدوره قد يمنح السهم الكثير وقد يمنحه الكثير من الايجابية التي تستهدف مستويات 16 ريال و 16 ريال ونصف خلال التداولات القادمة اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل سهم شركة كيان السعودية ونلاحظ ان سهم كيان السعودية قد دخل في بعض من التصحيحات العنيفة نوعا ما وحاليا وبشكل فني بحث لا تزال الاسعار تتداول في طل الإيجابية وعلى المتوسط المتحرك وعلى خط الاتجاه الصاعد فكل هذه المؤشرات لا تزال تضع السهم في طور الإيجابية وبشكل فني بحث استمرارية التداولات اعلى مستويات 15 ريال لا تزال ترشح السهم لانهاء التصحيحات والانطلاق مجددا نحو مستويات 16 ريال و16 ريال ونصف خلال التداولات القادمة اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل سهم شركة الكابلات ونلاحظ ان سهم الكابلات لا يزال يقاتل بالقرب من مستويات 31 ريال ونصف ويتحرك بشكل عرضي للجلسة الثالثة على التوالي وبشكل عام لدينا مفتاح التداول هو مستوى 31 ريال ونصف في حال تمكنت الاسعار من اختراقه والثبات علىه فحينها سوف تبدأ الاسعار باكتساب بعض من الاجابية والانطلاق نحو مستويات 33 ريال و34 ريال اما الثبات ادنى مستويات 31 ريال ونصف قد تكلف سهم الكابلات الكثير وتهوي به الى مستويات 30 ريال و29 ريال اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل سهم مصرف الانماء وارك لكم تحقيق الهدف الاول الماثل عند مستويات 18 ريال وحاليا الاسعار تحاول بعد ان اعادت اختبار هذا المستوى وعادت اختبار اختراقه تحاول التجمع واخذ العزم للصعود ومحاولة تأكيد اختراق مستويات 18 ريال والذي في حال تمكنت ونجحت من تأكيد اختراق هذا المقاومة قد نشاهد اندفاع نحو مستويات 19 ريال و19 ريال ونصف خلال التداولات القادمة وشرط تحقق هذا السيناريو هو اختراق مستويات 18 ريال اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل سهم شركة بحر العرب ونلاحظ ان سهم بحر العرب هو الآخر نجح بالتماسك اعلى مستويات 105 ريال واندفع ليحقق مستويات 114 ريال ولكن سرعان ما بدأ بالهبوط ليغلق الفجوة السعرية الصاعدة التي تكونت ويحاول اعادة اختبار مستويات 105 ريال وفي حال تمكن ونجح من الثبات اعلاها من الممكن قد نشاهد استئناف للصعود واستهداف مستويات 116 ريال و125 ريال خلال التداولات القادمة وشرط تحقق هذا السيناريو هو ثبات الاسعار اعلى مستويات 105 ريال اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل سهم الطباعة والتغليف ونلاحظ ان سهم الطباعة والتغليف لا يزال يتحرك بشكل عرضي متذبذب بالقرب من نقطة المحور ونقطة البايفت ونقطة تحول الاتجاه وهي مستوى 25 ريال فاصلة 80 هللة حيث ان الاسعار في حال نجحت من اختراق مستوى 25 ريال فاصلة 80 هللة والثبات اعلىها قد يمنح سهم الطباعة والتغليف موجة ايجابية قد تبدأ بالاندفاع نحو مستوى 27 ريال فاصلة 30 هللة و28 ريال فاصلة 70 هللة خلال التداولات القادمة اما فشل الاسعار باختراق هذه المقاومة والثبات اسفل المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم قد تكلف السهم الكثير وقد تهوي به الى مستويات 24 ريال ونصف و23 ريال ونصف خلال التداولات القادمة اذا اخواني العزائلة هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية للسوق السعودي لا تنسوا الاشتراك في قناة التوصيات الخاصة بسوق الاسهم السعودي على قناتنا في التليجرام تجدون روابط الانضمام في صندوق الوصف اسفل الفيديو واشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني يطيب التحيات وفي امان الله اشتركوا في القناة